هذا وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمر خان والرئيس شوكة ميرزايف رئيس جمهورية أوز باكستان وسبو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبيا والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر كما أجرى سيادته مباحثات جانبية مع أنطونيو جوتاريش سكرتير عام الأمم المتحدة جاء ذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شجنبينغ صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين